موسيقى تزويد الأسواق هذا الموضوع دي الأسعار باش نتفهموا ما كنكروا تحد تحد ما كنكرش بأن هناك ارتفاعات في الأسعار تواحد من المسؤولين ما قال بأنه الأسعار ماشي مرتفعة أسعار مرتفعة والتقارير كتقولها بما فيها التقارير اللي استند عليها الأستاذ والتقارير ديال الاسباب وقلنا الأسباب ووضحناها غير ما مرة في هذه الدولة الصحفية والسيدة الوزيرة يوم الثلاثاء الماضي اللي كان أعتقد ديال هاد الأسبوع ماشي الأسبوع اللي فات الثلاثاء الماضي ديال هاد السيمانة يعني يومين باش باش فات للجنة المرلمانية حنا كنت صفقوا بأنه هاد الموضوع ديال الأسعار عملنا في إجراءات كبيرة جداً محقدش الهدف بالشكل اللي كان نطمحوا له تحنة يجيب أن نعترف لأنه يبدو بأن المشكل أعقد بكثير موضوع ديال المضاربين و ديال الوسطة هدر ما كنكروا تحد الآن السؤال الماضي في الأسبوع الماضي طرح لي الأستاذ واحد سؤالي يقول لي واش غا تفتحوا التصدير وده بغين تفهموا نحنا الآن قسنا نتكلموا واحد اللغة مشتركة واش الآن نحنا الأسعار ديال الطماطم وصل الواحد المستوى معين ليحنا كنا ما راضينش عليه ما عاجبناش ما كي ما كي ما كيتفقش مع الأجور ما كيتفقش مع الدخل خاصة ديال دوي الاحتياجات الناس اللي كيعيشوا واحد الظروف اجتماعية وللناس اللي عندهم لحد الأدنى من الدخل ونتكلموا على التصدير ما من منطقة هذا طيب كان اللي كان اللي كان اللي كن أكد عليه مرة أخرى هو النموضوع المضاربات السيل الأرقام واللي تكلمت عليه إلى السي شي واحد قال في سؤالي لوراكم كتعرفوهم أنا ما كنعرفوهمش وليك يعرفهم شي واحد يوريهم لنا لأنهم نحن نعرفهم تتخذ حكوم الإجراءات المراقبة والصرامة والتتبع لكن عندك واحد المنظومة تشتغل بها سنوات وش تظن بأن الإصلاح سيتم بين عشية وضحاء هذه مسارات هذه قوانين هذه إجراءات ما خدامينش عليها خدامين عليها ولكن اليوم نتدخل بشكل عاجل لأنه ما يقع في الأسعار اليوم ما عجبناش ما عجبناش ما عجبناش وما مطمئنين وما فرحانين بل على العكس نحن نريد أن نأتي وعند المواطنين المغربة ونتكلموا في هذا الشهر في البداية وفي الجهود الروحانيات لكن قمناه بإجراءات كتفنا من المراقبة زدنا من الإنتاج وقفناه تصدير وقفناه بشكل نهائي وقفناه نوقفوه ولكن في الدولة بعده سنقرأ شيء أرتيكل بأنه رأي شيء واحد يقول يريد أن نفتحه وذبا وشنقرأنا نفتحه وليس نقرأنا نستده وذبا نقرأنا نعرف لأخصا نستده أسيدي لأخصا نستده ذبا أنا لك أنتكلم تكملت سؤال ديلك سي شاكر أنا لك أنتكلم لا أردعلي أنا لآن كملت سؤال ديلك وطرحت جدوجل أسئلة شوف شوف لاردالك احنا ما غاديش نفتحه الآن لأننا نخص نعمر السوق الوطني وخص المواطنين يلقوا هذه المنتجات بأسعار معقولة نهار نوصله للاكتفاء وطهبط الأسعار لمستويات معقولة أنا ذاك متصفق معك ولكن في نوع التضامن والدستور كيتكلم عن التضامن اسمح لي أنا مستعد هاتسيمان عوتانيس الخوفية ما عندي حتى مشكل ولكن يجب أن نقوله خصنا ناخده الإجراءات لإخصادتخاذ ما عندي حتى منطق أنه لا تستطيع توصل السعر لوصلت له لا تستطيع توصل له الكمية التي دخلت اليوم اليوم التي دخلت الإنسجان كانت تجاوز الألف طن ولكن لماذا هذه واحد ثلاث يام كانت تدخلها غير ثلاثمية وربعمائة ألف طن لماذا؟ السؤال هو هذا اللي يجب أن تتطرح واذا نحاسب الحكومة على أن شي واحد دخل السلعة وخرجها كيف يستقيم هذا المنطق هذا هذا منطقه لا يستقيم لأنه احنا عملنا الإجراءات وحبسنا ودرنا لترسابيليتي ومشينا لعند هذه الناس هذا وطلبنا ودرنا إجراءات باش أنه هاد المنتجات كلها تدخل للسلقة الوطنية باش يبطل أسعار ولكن اللي خصويت تحاسب هو خصويت تحاسب هاد المضاربين طبعا بإجراءات قانونية اللي قلت كيف ما قلت خصاجي طبا الآن أنا ما متفقش على أنه يتقال بأن الحكومة فشلت الحكومة لم تفشل أسمح ليها السفاتي حين أنا ما متفقش مع هاد توصيف اللي وصفتي به لأن الإجراءات اللي قمنا بها واللي غنقوم بها سوف تعطي نتائج ولكن من كتشوف بعض الدول المتقدمة كتدير فيها ماتيشة تسعاد الأورو هل فشلت هذه الحكومات شنو غنقول لها بهذا المنطق هذا غايتقال حقام حقام حقارها تسعاد الأورو ره الدخل ما الدخل ره ما كان شي دخل اللي يمكن يشري ماتيشة بتسعاد الأورو ما كان شي دخل اللي كان عارفها السميق ما ركبش فما بالوك فهات توصيفات هدي نتابه لها لأنه احنا هاد الموضوع نتابعوك كما قلت بشكل يومي وستيد رئيس الحكومة اليوم عدتني مرة أخرى أعمل فيه يعني توجيه جديد للوزراء المعنيين بشكل مباشر بهذا الموضوع هذا لمزيد من التتبع